الحياة من أهم الأحداث اللي حصلت مبارح هي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوشكا شفنا الحقيقة يعني إنجاز حصل في توشكا وهذا الإنجاز وهذه المشاهد أول ما شفتها وأول ما ابتدأت متابعتها جي في دماغي على طول أغنية كده يمكن جيل التمنيونيات والتسانات هيفتكرها كانت أغنية الفنان طبعا محمد ثروت عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحرة شفنا حقيقي ده مبارح من المشاهد بدء حصاد موسم الأمح في صحرة شفنا مساحات كبيرة جدا 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 من الرمال الصفرة بتتحول لأرض خير وأرض خضرة مهم جدا 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 وإيجابي جدا أن الخطوات دي تتاخد في هذا التوقيت خطوات حقيقية في تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الغذائية الصورة دي كانت موجودة بكل تفاصيلها في توشكا تفقد سيدة الرئيس مبارح للمشروع وأعطاء إشارة بدء حصاد محصول الأمحي شازلي كل ده جمعنا لم يكن يتم إلا لو كان في إرادة سياسية قوية كانت كلمة سر في هذا المشروع المشروع كان تعثر لفترة بشكل كبير لكن كانت هناك توجيات من السيدة الرئيس بإعادة إحياء المشروع مرة أخرى وتوفير كل المتطلبات وإزالة كل العوائق اللي كانت هي سبب في عدم نجاحه في الفترة السابقة صحيح شازلي وكان مهم جداً كمان إن إحنا نبقى على دراية وعارفين إيه سبب هذا التأخير أو إيه العوائق اللي قدت لتأخير هذا المشروع من أهم العوائق بمنتهى البساطة إنه الميا كان لازم تمر من جبل جرانيت عرضه 20 متر وطوله 10 كيلو متر ده اللي كان بيعطى الوصول الميا عبر ما فيه توشكا لمساحات كتيرة جداً من الأراضي هناك من هنا كانت توجيهات سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة أي معوقات للمشروع وبالفعل تم تفجير الجبل وأصبح ما فيه توشكا بيوصل الميا من ترعة شيخ زايد وصولاً لدلتا الصعيد نجي نتكلم بقى في التوقيت فهو توقيت غاية في الأهم مياه مشروع مهم والتوقيت وإنتاجه إن يجي في هذا التوقيت توقيت مناسب للغاية فيه أزمة عالمية خاصة بالسلع الغذائية عشان كده فيه اهتمام كبير من الدولة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية زي الأمح والدرة والشعير ده غير إن توشكا فيها أكبر مزرعة للتمور في العالم كل ده بيجسد الإرادة الحقيقية للشعب المصري اللي عنده استعداد أنه يعمل أي حاجة في سبيل تأمين احتياجاته الزراعية وده بالضبط اللي حصل في توشكا يا جمع صحيح يا شرسي يمكن كاميرا صباح الخير يا مصر كانت فيه زيارة لتوشكا تحديداً يوم 25 مارس وإنت كنت ضمن فريق العمل وقدرت أن أنتم ترصدوا نقاط كتيرة فعلاً حصلة على أرض الواقع فهنستعرضها مع حضراتكم النهاردة في حلقة صباح الخير يا مصر مشروع مهم جداً لازم نفتخر وكمان هأكد على كلام شازلي فكرة التوقيت يمكن زي ما أنت قلت أزمة عالمية العالم كله بيتكلم عن السلع الغذائية وسلاسل الإمداد إحنا دلوقتي فعلاً في طريقنا أن نحن نحقق الاكتفاء الزيتي من الأمح اللي هو السلعة استراتيجية في مصر مش بس في مصر في العالم كله على أي حالة هنتابع مع حضراتكم طبعاً النهاردة زي ما قلتلكه هذه الزيارة وهنتابع كمان زيارة صباح الخير يا مصر اللي تشكى في حلقة النهاردة بنصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعاً جمعة مباركة صباح الخير يا مصر